وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 63 طن وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 24 طن ونصف طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 ونصف طن كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 616 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 107 أطنان أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر